ترك لو قلتلك تعاني نغير ملابس هذا الشخص الى هذه الملابس. ده بلا هنعرفه النهاردة في هذا الفيديو خطوة بخلال موقعين جمدين جدا باستدام الذكاء الاصطناعي. اول موقع معنا وطبعا ده حالة انا بحبه اكتر موقع اسمه موقع بجد متميز جدا بالذكاء الاصطناعي لانتاج الصور. باضافة انه بيحتوي على كيمية ضخمة من ادوات الذكاء الاصطناعي. بتضيف فلاتر او بتغير من صورة الى اخرى بشكل ممتاز جدا. هنا بتسجل في موقع بشكل مجاني بالجيميل او بالايميل. وعندك هنا بمناسبة في الخطة المجانية تنفع اكتر من مئة صورة مجانية خلال اليوم الواحد. هنا بقى في وجهة هذا الموقع عندك هنا طبعا بقى في صور كثيرة جدا تم إنتاجها بسلام الذكاء الاصطناعي من قبل مستخدمين اخرى. هنا بمتالب بساطة انت ممكن تمام تعمل ريميكس لاي صورة انت عايزها بشكل ممتاز جدا حتى تنتج صورة جديدة خالصة. على كل بالنسبة لموضوع النهاردة الخاص بتغيير ممكن ملابس هذا الشخص او كان سيدة او راجل الى ملابس اخرى مختلفة تماما. هنا تيجي على قسم خاص بل اي 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 ادوات الذكاء الاصطناعي. وانا بنبحث عن حاجة اسمها او هنا في الجزء الى اي اي تولز svenراها. وعندك الحقيقة اكثر من برنامج او اكثر من اداة جميلة جدا وطبعا بشكل مجاني تماما. مثل زي هذه الاداة اسمها هنا انت بترفع صورة معينة خاصة بالشخص المراد تغيير للملابس. وتضيف بقى صورة لملابس اللي انت حايت تضيفها او تلبسها لو من الاخر. على سبيل المثال انا ممكن ارفع هنا صورة ل زي انت شايف كده. وهنا بقى اختار بقى لوقت هكتب هنا اسم قطعة الملابس انا هنغيرها سواء كان جيبا فوستان تي شيرت كارفوتا اي حاج انا عايزها. هنا هرفع الصورة اللي بتخص قطعة الملابس هلبسها لذا روك. فارفعينا صورة زي هذا التي شيرت اللي هو طوام بدون اكمام اطلاقا. ومثال ما دوس على زرار جو. وهذه النتيجة بجد حاجة جملة جدا كده هلبست غيرت الملابس اللي هو كان لابسها التي شيرت اللي هو اللون ابيض بتي شيرت بدون اكمام لونه اصفل زي انا رفعته في الخطوة السابقة. طرح انت ممكن بقى تنزل هذه الصورة بشكل مجاني حتى بدون اي وطر ماركة. يبقى بالادية دي. اسمها طبعا يسمها اسم اللي هي عاميته او اسم طب برضو في اداة تانية جامدة داخل موقع ايضا. اللي هي اسمها طبعا دي بجد احلى بقى واجمل. هنا بقى انت بتضيف الطاقم الخاص بهذا الشخص. سواء كان الطاقم العلوي. سواء كان تي شيرت مسلا او بلوزة او حاجة. وبرضو الطاقم الاسفل. سواء كان طبعا او كان ممكن شورت بانطلون وهكذا. طبعا انجر ما بعض? يلا بينا. نرفع برضو هنا اخلي برضو هذا التي شيرت. وهارفع هنا برضو شورت احمر. واكتنا البرامت الخاصة بي مسلا زي مسلا نخليه نكتب ايه? اه من تمام? طبعا انت ممكن تكتب انت اي وصف انت عايزه ممكن حتى لو كان ممثل ده مسلا اه اي حاجة انت عايزها اكتب هنا في هذا البرامت عشان تنشئ ليك صورة لشخص معين لابس هذا الطاقم الجميل جدا. فطبعا كتابتك ايه ممكن لرجل بيمشي. دوس على جو. والي هي النتيجة بجد حاجة جمدة جدا الشورت اللاحمر مع التي شيرت اللي هو بدون اكمام. حاجة بجد تحفة جدا جدا. وبرضو بتنزلها بشكل مجيني بدون اي ده معاني الاخيرة خاصة بموقع تغيير الملابس. اداة جمدة جدا اسمها دي جاي من اسمها بتغير انت فقط التطريزة او الخاص بهزي الملابس. سواء كان في تي شيرت او كان زي فستان او اميس وهكزا. ازاي بقي ارمون. انا كمثال ولكن هرفع هنا صورة وايضا. عسابة المثال يعني. عشان حيب احبه. وهنا ترفع هنا للصورة الخاصة بالباترن اللي انت حايب تضيفه هنا على هذا التي شيرت. فحنا ممكن بقى نجيب هذا الباترن كمثال ممكن اروح على جوجل عسابة المثال. بعد الشكل ممكن ده اعجبني كويس ده. اخذو كسكرينشوت كمثال. وارفع هنا الصورة. طبعا بنا هكتبنا التي شيرت اللي هنعمله تغيير هنا في الصورة البيسيك الخاصة بذا روك. خليهم كده سبتين. ويدوس على زرار جو. بجد احيان نتيجة ممتازة جدا جدا بسلام في موقع تنسور دوت ارت. يبا كده اول موقع خلاصنا منه هو تنسور دوت ارت. نروح برضو على الموقع التاني الجميل جدا اللي هو موقع هاجن فيس دوت كو. طبعا ده موقع طبعا يغني على التعريف مليان باعدوات ومدلز خاصة بالدكاءة الاصطناعي بشكل مجاني. هنا نتيجي على موقع هاجن فيس. طبعا بتسجل فيه بشكل مجاني بشكل عادي جدا بالجميل او بالايميل. وتروح على القسم الخاص بالسبيسيز. وانا في هذا الصندوق وتبحث عن حاجة اسمها كواي. وتيجي على اول واحدة اسمها دوسها عليه كده. تفتح معك هذه الصفحة الجميلة الخاصة بتلبيس اي حاجة انت عايزها لاي شخص. على سبيل المسال ان هكده هرفع عنها ده اه هرفع انا ممكن صورة برضو ده وانا بقى ارفع هنا الصورة الخاصة بالملابس. طبعا عندك انا ممكن او ممكن امثلة تختارها انت اللي انت عايزه. انا ممكن ارفع صورة انا عايزها. هلبيسه هذا الشورت الاحمر. بدل اللي هو لابسه ده. ومستطيع ما تدوس على زرور. وهذه نتيجة بجد حاجة جميلة جدا تم تلبيس الشورت احمر بشكل جميل جدا. طبعا حين انت ممكن عندك الامكانية بتغيير عمل بها اكتر من صورة. هتصل الى جودة عالية جدا في هذا الموقع. وطبعا بتنزل هذه الصورة من هنا بشكل مجاني استخدام تجاري وحتى بدون اي موطر ماركة. وكده احيان انت عايفت موقعين جامدين كده بتغير فيهم ملابس اي شخص اللي بديهم اي قطعة ملابس انت عايزها بشكل جميل وبشكل مجاني. حينت ممكن تسرم هذه الطريقة في مجالة او مجالة طباعة. عند الطلب من ده بترويج منتجتك بشكل مميز جدا على معين. او ممكن بقى تسرم هذه الطريقة ايضا في تغيير ملابسك الشخصية لو انت ممكن حيب تغير الملابس الموجودة عندك بشكل مستمر في او الصورة مصغرة في اليوتيوب. او ممكن تقدم هذه الخدمة ايضا كفريلانسر في مواقع فريلانس مشهورة زي موقع فيبر مستقل وهكذا. بجد حيات طريقة جاملة جدا وبالفعل مجانية مية في المية. وانا برضو اشرحت في في تصل زي انت ممكن تسرم موقع باكتر من طريقة تبيع بها منتجات او خدمات داخل موقع فايفر او اي موقع مشهور. وبرضو هي موقع من احلى المواقع الخاصة بانتاج الصور بجودة عالية جدا زي موقع وليوناردو. وزلك برضو لينك مجمع بافضل للمواقع الخاصة بتقديم صور بالذكاء الصناعي مجانية بدون حتى اي طبعا كل هذه المواقع تحت فل كنتم ثبت او في سند الوصف. ربنا يوفى الجميع ولو كان في اي سؤال معاكم اتحت امركم اشتركوا في فيديو قادم والسلام عليكم.